حضر القائم بأعمال وزير الصحة والسكان المصري خالد عبدالغفار والسفير الصيني لدى مصر ليولي تيانغ وممثلو شركة سينوفاك حفلة وضع حجر الأساس وسيتم إنشاء مخزن التبريد في مصنع الشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية المصرية في مدينة السادس من أكتوبر يذكر أن شركة سينوفاك وقعت اتفاقية تعاون مع مصر لإكمال مشروع التبرع بمخزن تبريد اللقاحات في يناير الماضي وجود في المكان اللي احنا فيه ده مكان يخزن 150 مليون جرعة فكسين في مكان واحد ومش بس مجرد تخزين هو تخزين بأرقى وأحدث تكنولوجيا العصر مصر تبقى للقيادة السياسية في فترة قريبة جدا إلى أنها تكون مكان أو هو مركز إقليمي لإنتاج وتصنيع وتوطين الفكسينات بشكل عام فأنا بأحيل حقيقة فصين حكومة وشعب وقيادة على هذا التعاون بعد الرحام بناي مخزن تبرير للقاحات سيقادم بتأكيد مساهمة مهمة في تعطيم 70% من سكان مصر في منتصف حد العام